السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في درس اليوم اليوم إن شاء الله سنتعرف على بعض العبارات والمصطلحات التي تستعمل بكثرة في الحياة اليومية باللغة الفرنسية فلنبدأ على بركة الله أولا لا تهملني لا تهملني بالفرنسية نقول لا تهملني لا تهملني فكل عبارة سأعيدها ثلاث مرات في المرة الأولى والتانية أنستطولها جيدا وفي المرة الثالثة أعيدها معي لا تهملني فالإهمال هو العبارة الثانية لنبقى على اتصال restons en contact restons en contact restons en contact أو gardons contact لنبقى على اتصال الوقت لا يساعدني وإذا بغيرنا نقول الوقت يساعدني هي لنبقى على اتصال حاول فهمي أو حاول أن تفهمني essaye de me comprendre essaye de me comprendre essaye de me comprendre essaye حاول de me comprendre فهمي أو أن تفهمني لقد ارتكبتوا خطأ جي كومي ارتكبتوا 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 خطأ خد ما تريد ارتكبتوا هذه السيغة الجمح أو السيغة الإحترام هي سنرى لاحقا ما يجب القيام به ستزrijى لاحقا سنرى لاحقا سنرى لاحقا سنرى لاحقا سدفر اخير الكلمة ولكن لا ننظ Helena سنرى لاحقا Ce qu'il faut faire ما يجيب القيام به On verra plus tard ce qu'il faut faire أشاركوك فكرتك Je partage ton idée Je partage ton idée Je partage ton idée أنا لا أشاركوك رأيك Je ne partage pas ton avis Je ne partage pas ton avis Je ne partage pas ton avis Donc, je ne partage pas ton avis فالavi هو الرأي Je ne partage pas ton avis وبنتبه ال-avi نكتبوها ب-S في آخر الكلمة لكن ما كانتقوهش يبدو هذا جيد pour lui والcomplement لإطرائك ابحث جيدا Cherche bien Cherche bien Cherche bien هي ابحث جيدا والآن ننتقلوا نتعرفوا على بعض المصطلحات التي تستعمل أيضا بكترة المصطلح الأول تقريبا تقريبا هي Presque فورا Immédiatement 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 حسنا حسنا داكر 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 فداكر نكتبوها ب-D في آخر الكلمة ولكن لا ننطقوها داكر أبدا أحييرا أَنْفَن أَنْفَن لِلْبَيْعَ أَوَنْدْ أَوَنْدْ خيصيصان سبسيالمن فعلان افكتیفم بشكل صحیح مانتقین 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 المعرفة هي لساوار الجهل اله المعرفة اله الم climbed �دما اله؟ اللهم Regardless mandarоф囔 الأول محباب سربت الإرادة الإلارة الإلارة الإتفاق إلاسفل الخجل لا تميجيته لا تميجيته لا تميجيته وإلى هنا نصل لنهاية الحصة نتمنا درس اليوم تكونوا سفدوا منه وتكونوا تعلمتوا بعض العبارات والمصطلحات التي نستعملوا بكثرة في الحياة اليومية فما تنسوا تشاركوا الدرس مع أتقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة ونتلقوا في الحصة المقبلة إن شاء الله